نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح سفير الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا هانس جروندبرج لمناقشة الجهود المبذولة لإرساء السلام الدائم المبنية على المرجعيات الثلاثة ونواها نائب الرئيس إلى التعاطي الإيجابي للشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية مع الدور الأممي الساعي لإحلال السلام وأشار نائب الرئيس بأن تصعيد الميليشيات الإقلابية الأخير في محافظة مارب وأجبهات مختلفة وإطلاقها الصواريخ وطائرات المسيرة نحو المدن اليمني والأشقاء في المملكة وخرق الميليشيات الواضح لاتفاق ستوكولم الخاص بالحديدة لا يحيب حرصها أو احترامها للعهود والمواثيق والالتزامات الدولية ويعكس إصرارا واضحا على رغبتها في التصعيد ومضاعفة معاناة اليمنيين أكد نائب الرئيس بأن المجتمع الدولي أمام هذا التعنة والصلاف الحوثي يتحمل مسؤولية والتزاما قانونيا وأخلاقيا بالضغط على الميليشيات ومؤرسة مزيد من الضغط لإنفاذ قرارات المجتمع الدولي وتطرق نائب الرئيس لما تم إنجازه في اتفاق الرياض والجهود القديرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الإطار مؤكدا بأن إنجازه سيحققه نقلة مهمة في إطار سعادة الدولة وإرساء السلام من جانبه أكد سفر الاتحاد الأوروبي استمرار دول الاتحاد الأوروبي في دعم الجهود الأممية ودعم خيارات السلام بما فيها إنهاء معاناة اليمنيين والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ترجمة نانسي قنقر